عنوان الجلسة كيف يكمل الحكومات أن تنافس القطاع الخاص في الحملات التسويقية وأنا أخذ الإمارات كنموذج يعني أن يتم اختراع أو تصميم أو تصنيع منتج مهم أو حتى تطوير خدمة خدمة ممكن نتغير حياتنا اليومية شيء وأن يتم اكتشافه أو تبنيه أو استخدامه أو انتشاره شيء آخر ومختلف بالفعل تماما المنتجات العظيمة بتغير حياتنا فقط طبعا كما نعلم بعد أن يتم تسويقها نحن اليوم أكتر من أي وقت تاني بحاجة أن يدخل عنصر الإبداع في الحملات التسويقية جمهور اليوم عم يتعرض لجرعة كبيرة من الإعلان وجرعة كبيرة من الحملات والميمز أيضا وسمعنا كثير عن الخيارات المتاحة بالوقت الحاضر بالجلسة التي سبقت هذه كلها تقوم بدور الإعلام وتقوم بدور التوعية لكنها أيضا تقوم بدور التسليع وبالتالي تصبح موضوع الحملات التسويقية أو الحملات التوعوية تصبح موضوع حديث وأحيانا جدال في المجتمعات وأيضا في المجالس ومع كثرة المنصات التي تتيح التواصل مع الجماهير بشكل مباشر انتفخت الحاجة لملأها بالمحتوى أيضا سمعنا كثير عن المحتوى قبل قليل لكن نتيجة هذا السيل الجارف من الحملات النتيجة هي رفع ذائقة الجمهور وتغذية شهية الجمهور لكل ما هو جديد وكل ما هو مختلف وكل ما هو مفاجئ صار الجمهور عم بيستزوق الحملات المبتكرة وينجذب لها لا شعوريا ينجذب إليها وإلى الهدف منها وبالتالي يتغاضى عن أي شيء ما في هذا الابتكار أو ما نسميه بالحملات التقليدية شاركني في هذه الجلسة ممكن يتفضلوا سيدة علي الحمادي نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات غنية عن التعريف طبعا علي أهلا بك وأهلا وسهلا بك غسان حرفوش أيضا غنية عن التعريف رئيس التنفيذي لمجموعة شبكة الشرق الأوسط غسان خليني أبدأ معك بداية هذا الإدعاء يلي أنه القطاع الخاص سابق وبأشوات بموضوع الابتكار بحملات التسويقية هل هذا شيء صحيح؟ مفروض أقول صحيح مفروض أقول صحيح أول شيء شكرا على الحضور وعلى استماعكم وإن شاء الله تكون هالجلسة مفيدة ونقدر نمرئ معلومات بتفيد طبعا القطاع الخاص دايما ندوره إن كان بهالإندستري تابعنا أو كان بأي إندستري تانية دايما القطاع الخاص لازم يكون يقدر يبتكر ويكون قادر عنده سرعة في القرار والتقدم ويقدر يستوعب أي تغييرات فطبعا نحن بالمهنة تابعنا هيدا اللي بنعمله يعني بالنهاية من فينا نقول إنه القطاع الخاص بموضوع التسويق وموضوع الابتكار هو سابق على أو متقدمة على القطاع الحكومي طبعا فيه بس مهمة كتير القطاع الخاص من دون غطاء الحكومي منه موجود وهو تكامل بين اتنين فلو ما كان فيه حكومة وفينا نعطي طبعا حكومة دبيا وحكومة الإمارات كيف هي كانت السباقة وبتشجع على جميع الأصعيدة حتى القطاع الخاص يقدر يستوعب ويقدر يستقطب ويقدر يكون عنده المساحة اللازمة ليقدر يعملها الابتكار والحرية يعني هو إدعاء طبعا إنه القطاع الحكومي ما عم بيكون بالحملة التسويقية له في كثير من الابتكار نحن بس حتى نوضح ما عم نحكي فقط على دولة الإمارات عم نحكي بشكل عام بالمنطقة عنا شو هي المعوقات أمام القطاع الحكومي؟ هل الموارد هي نفسها موجودة؟ ونجرع نحكي بعد شفية شو هي الموارد الضرورية لإنجاح الحملة؟ قبل ما جاوب على سؤالة دايركت صبا يمكن لو الاستاذ طوني خليفة موجودة أنا باعتذر على اللي بقوله حاليا بما أنه بدأ جلسته وذكر الإعلام الجديد الجيش versus الميليشيا هناك أكثر عن 4.5 مليار مستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الرقم مقدر أن يزيد إلى 6 مليار في 2027 في دراسة سووها Global Insights, Audience Insights بيّنت أن 15% من سكان العالم متواجدين على وسائل التواصل الاجتماعي يعني تكلمين عن تقريبا 12 مليار ساعة يوميا الناس متواجدين فيها على وسائل التواصل الاجتماعي اللي نحن نقوله content سماه بالميليشيا content وفي نفس الوقت إذا بنعادلة تقريبا مليون ومئتين ألف سنة من الوجود البشري نعم برجع لسؤالك عن القطاع الحكومي والقطاع الخاص والحملات الإعلانية هناك طبعا تحديات كثيرة في منافسة كبيرة بين الشركات القطاع الخاص والعلامات التجارية وأيضا شركات الحكومية أنا أعتقد أن شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي ما في غنى لطرف عن الآخر لازم يكون هناك في شراكة وتكامل وتعاون بين الأثنين في تحديات لأن الجمهور اللي نحن نتكلم عنه جمهور مدرك جمهور واعي جمهور ذكي لكن أيضا في هناك موارد كثيرة ممكن يستخدمها القطاع الحكومي ولو لاحظنا في الفترات في الأسنوات السابقة القطاع الحكومي والاتصال الحكومي تطور بشكل ملحوظ ممكن لاحقا أذكر بعض الأمثل على الحملات الإعلامية اللي دارها المكتب الإعلامي في حكومة الإمارات أو حتى حملات إعلانية عالمية كانت القطاع الخاص تعاون فيها مع القطاع الحكومي كان لها تأثير كبير نعم من ناحية حتى العائد على الاستثمار وبتبقى فعلا كثير منها بيبقى معنا بيبقى بالذاكرة وصار جزء من حياتنا ومن النراتف يلي نحن نحكي فيه بعائلنا أيضا غسان شو هي مقومات الحملة التسويقية الإبداعية إذا بدك الناجحة وبعدين عاليا برجع لعندك وبدأ أسألك على شو هو يلي مطلوب من شو الدور اللي ممكن أن تلعبه الحكومة إذا نحنا عم نقول إنه الاثنين بيكملوا بعضهم مثل ما تفضلتم يعني الحملات إن كانت عن قطاع الخاص والعالمية التجارية الخاصة وإن كانت مع الحكومة كلها بتلحق بروسس معين وبتلحق طريقة معين من التباعة نحنا لنقدر نوصل للفكرة فالفكرة هي أند ريزالت هي بالأخير نتيجة ولكن قبلها فيه تحضير وتحضير كتير من الخصائيين على عدة أسعيدي أهم هي الشريك مع مين عم نشتغل إذا كان حكومي أو غير حكومي شو الهدف طبعه وشو الرسالة اللي بده يوصلها وشو هدفها الرسالة وكيف بدنا نقيس نجاحها من عدم نجاحها تانيا فيه موضوع أكيد تحديد المستهدف أو الشرائح المستهدفة طبعا هالشي صار مهم كتير إذا نرجع بالماضي ما كان عندنا كل هالبيانات اللي موجودة وما كان عندنا كل هالوسائل اللي بتسمح لنا نعرف ونحدد هالمستهدفين بالشكل اللي اليوم قادرين نعملوه ومن هناك هذا مهم هيدا الانطلاقة استراتيجية الأعلانية بتلحق لأنه ساعتاً إحنا قادرين نظراً شو الهدف ونظراً لتعريفنا وتحديدنا عن الشرائح ومين المستهدفين بنقدر نحنا نكون فكرة عن استراتيجية اللي يجب الأعلان يتوجه فيها وبالنهاية منوصل للفكرة ومنوصل للإبداع والفكرة يلي بالنهاية الناس بتشوفها للفكرة بدك ناس للفكرة بدك أفكار بدك أشخاص يخلقوا الأفكار بكل هالبروستس الأساس هو العنصر البشري وأنا بالنسبة لأيلي يعني كل هالمهنة هي مهنة عنصر البشري بالنهاية وبالتالي أهم شيء لأنه يكون عن عناصر البشري الخلاقة والمبدعة ويلي طبعاً هون في دور كمان فينا نحكي عنه عن دور الحكومة بالتشجيع وبتحفيز هالناس أني يجوا للبلد ويكون عندهم الحافز أن يتركوا بلادهم ويتركوا مأمكاني تانية ويكون فيها التنوع بالخبرات التنوع هو شغلي مهم جداً للنتيجة والابتكار تنوع بالخبرات تنوع بالباكراوند تنوع بجميع الواحد تنوع حتى بالجنس حتى بأي ناشوناليتيز بأي جنسيات موجودة فكل هالأشياء ترجع لأنه خليط الأفكار خليط الأفكار هو هي اللي ينتج طبعاً تشالينج على الإدارة نعم بكر عندي خليط أكبر في تحديات أكبر على السعي لها الناس تقدر تشتغل مع بعض أفضل وتقدر تنتج اللي بدكي ولكن اللي بينجح بأنه يستقطب هالعوامل البشرية بالطريقة اللازمة ويكون عنده الإمكانية للتنسيق بيناتهم ودفعهم للإنتاج بيأخذ أكبر نتيجة ويكون أكبر وسيلة للنجاح والابتكار فإذاً عالية دور الحكومة من أجل تنشيط القطاع بذكر مقولة لبروفيسور من جامعة هارفورد اسمه تاليستيك سيران قال عشان نحاول نجذب الانتباه في أي حملة أو إعلان في عندك طريقتين إما أن الشركة أو الجهة تدفع مقابل هذا الشيء أو أن تستطيعها تكسبينها والطريقة الثانية هي الأصعب فإذاً نتكلم عن الإمارات الإمارات هي بيئة مشجعة للابتكار والإبداع السنة اللي طافت في ديسمبر كان في مؤتمر المليار متابع هو أول منصة عالمية تجمع صناع المحتوى وخبراء من الإعلام الجديد تحت مضلة واحدة من الغرب والشرق في هذا المؤتمر كان في سؤال لماذا الإمارات أو لماذا صناع المحتوى يجب أن ينتقلون للإمارات أو شو اللي يستهويهم في هذا العالم الشديد التنافسية لو نشوف الإمارات وفرت بيئة تشريعية من ناحية الإقامات سواء الإقامة الجولدن فيزا أو الجرين فيزا بس ما كان هذا هو السبب الرئيسي لهم الأمن والأمان جداً جداً مهم لصناعة المحتوى ولا حتى تكون عندك بيئة ابتكارية ويكون فيها أبداع الشركات العلامية وشركات الإعلانات الموجودة في دولة الإمارات أيضاً هذا عنصر جداً مهم أيضاً هناك عندك نفس ما ذكر غسان في دولة الإمارات أكثر عن 185 جنسية في تعايش تسامح فبالتالي هنا الإبتكار يقوى دائماً نقول أن الإمارات هي عاصمة المواهب من جميع الحال أنت عندك جيل عندك جيل صار عارف شو في بره يعني عارف شو فيه بالدنيا كله صار في متناول اليد وكيف الواحد يقدر دائماً يزيد من الإبداع كيف كل مرة يتخطط توقعات الجمهور يلي عنده غسان يعني طبعاً يعني بالنهاية مثل كل شيء لازم واحد يتحدى نفسه وأيما كان يوصل للخبرة بتودى أنه واحد بيقدر يعلي كمان هالإبداع لمكان تاني فهذا اللي بنعمله نحنا منحفز الناس تحفيز الناس نقدر نعطيهم نعطيهم الفرصة أنه يخلقوا لو كان فيها الشيء يريدون أنه لا ينجح يعني كمان لازم نقبل الفشل ببعض الأوقات لأن الفشل بيخلينا نتعلم ونعمل أفضل فالإبداع ما بيجي كمان بنتيجة نجاح كل الوقت لازم نفتح المساحة للناس يلي هي ونقدر كل ما درور يكون المدير يلي هو بيعمل يكون الخلاك مرات كتير الأفكار بتيجي من ناس تانيين يلي هي بي 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 مننا سينير ومننا بالبلاد ولكن لازم نفتح لهم هالمجال فمنشتغل كتير على الأشياء وكله هيدا بيضور بعضه فنحنا بنتعلم ونرجع ونزيد ونرجع ونتطور ونرجع وفيه هون نكتة مهمة كتير عن الجيل الجديد واللي هو جيل المستقبل صح ونحنا طبعا بيئة هون بيئة مش عمري بس البيئة التانية في عنا أكتر من 60% من الناس يلي أقل من 30 سنة وعننا شريحة أكتر من 20% اللي هي بين 15% و29% فهيدا جيل المستقبل وهيدا جيل عنده متطلبات مختلفة وعنده طريقة تطلع على الأمور بطريقة مختلفة تماما فلازم نقدر نحنا نتأقلم معهم ونفتح لهم الفرصة لحتى يقدروا يبنوا يقدروا يبدعون هون يجب يطلع الإبداع إبداع ما حيطلع بس من الناس يلي هن كانوا موجودين من سنوات وقاعدين وعم نشوف هالشي بكل المحتوى إن كان بالتسويق علاني أو كان بمحتوى على سوشيل ميديا أو كان محتوى عم يعرض على أي وسيلة ما بنا نرجع على الحديث السابق لأنه كان عبالي يتدخل بالحديث إنانا هنلغي هذا الحديث ونكمل الحديث اللي قبل قد ما تحمسنا صح يمكن نصب أسمحي لو عقب على غسان إذا بنرجع للحملات التسويقية العالمية طبعا في حملات عالمية قادتها دولة الإمارات كانت تواكب المشاريع الاستراتيجية اللي أطلقتها الحكومة نفس حملة الإمارات لاستكشاف المريخ واستكشاف المريخ وحملة أجمل شتاء في العالم إذا بنتكلم عن التعاون مع القطاع الخاص يمكن نحن نشتغلنا مع بعض غسان على حملة أطلاق مسبار الأمل وصلنا فيها إلى مليار وخمسمية مليون شخص في فترة بسيطة فترة كانت الأطلاق ونتكلم عن نسبة التفاعل الإيجابي كانت أكثر عن 96% حملة أجمل شتاء بنسختها الأولى والثانية عشرين عشرين وعشرين وواحد وعشرين أكثر عن أمية مليون شخص وصلنا له وهي نقطة اللي يميز هاي الحملة وقلتش في السنة الأولى كانت وحدة من الأشياء اللي عملناها كان فيه مع المذيع العالمي ستيف هارفي أنه نحن بنطلع بطريقة مختلفة مختلف في ثلاث دقائق فيديو سريع بحيث نحن نوصل لأسرع شريعة لأكبر شريحة ممكنة ويكون فيه تأثير لكن الفكرة كانت كيف نبرز الكنوز المخفية في السبع إمارات لأنه طبيعتها حملة سياحية كان ليما نقنعه طبعاً أنت تعرفين هو ممثل عالمي أو مقدم مضيع عالمي أنه يطلع بستهال مختلف جداً الحمد لله خمس فيديوهات في ثلاثة أو أربعة سابعة تكلمين عن أكثر عن 85 مليون مشاهدة مليونين ومئتين ألف تفاعل بعد الحملة هو قال أنا ما شفت هاي الأرقام موجودة على صفحاتي هذا دليل على نجاح الحملات الأعلامية الفكرة كانت جيدة نعم وجديدة الشخصية اللي كانت موجودة الفكرة ما بجديدة بس جريئة لازم لازم يكون في جرأة يعني تقطع حدود تقطع خطوط كنا يمكن كان راسمت صناعة أنا برأي هذا الشي مهم كتير يعني بنهاية كل الحملات التسوقية هدفها بالأخير أنه تعليل قيمة العلامات التجارية سواء كانت حكومية أو غير حكومية فبالتالي هذا الموضوع بده تكرار ويكون يطلع عليه ويظل يبني فيه فلما أي شي يزيد على العلامة التجارية ويزيد على التواصل بينها والعلاقة بينها وبأي مستهدف أو أي شخص يستهلك لها العلامة التجارية هذا الذي يجب نسعاله ونشوف ونأكد أنه ينجح فكل هال نشوف والديتا الموجودة تسمح لنتأكد أنه نعمل شغلنا ليس بس على المدى الأصير ولكن شغلنا كمان على المدى البعيد يعني ما أعرف إذا لدينا وقت يسمح بس بالنسبة للي دوباي براند كدوباي براند كيستودي لازم يكون موجود بكل بلد العالم كيف هالخبرة وهالتكامل بالطريقة التي كانت هالدوباي كدوباي تنبنى اليوم تسمح لنا نروح بأي بلد بالعالم ونقول لتنجح الحملة التسويقية عندكم فلوس كتير كل ما رميت علي فلوس أكتر ستقدر تنجح أكتر صح أو الشغلة الثانية الموضوع التكنولي مش صح عظيم أنا بدي أسمع ليش لا زاحد عندي لا مش صح أبدا أبدا لأنه طبعا اليوم بالتعدد تبع الوسائل والطرق الكل الموجودة لحتى أي معلن أو أي علامة تجارية تقدر تعمل رسالة تبعها البدجت لا يكون الأساس يعني يعطيك فكرة أننا بالزمنات كنا نعمل TVC حقه مليون دولار 30 ثانية صح اليوم نقدر نعمل فيديو ب15 ألف درهم أو 20 ألف درهم ويعمل نفس النتيجة فهذا يغير ويعطيك فكرة كما كان في تحديات على الانتقال وتغيير طريقة التفكير والإدارة بقلب شركات مثل الشركات التسويقية التي نعملها وعند الزباين نفس الشيء حتى التفكير ينطلق من الفكرة والهدف ما نريد نعمل ما هدفنا ونصل ليس نصرف الناس فلوس طبعا البدجت مهم لا أقول أنه البدجت والميزانية منها مهمة لكن لا أقول هي الأساس لا هي التي تفعل النجاح في أداة جدا مهمة في التسويق والحملات الإعلامية اللي هي استخدام المؤثرين أو صناع المحتوى خلن نقول بطريقة مختلفة يأخدوا كثير لا ما بيأخدوا كثير صديق ما بيأخدوا ما بيأخدوا كثير لو عرفت لو عرفت تستخدمينهم بالطريقة الصحيحة العائد على الاستثمار بيكون كبير جدا أنا ذكرت مثال لحملتين واستخدمناهم نحن أو نتعاون معهم بالأحرى إذا خاني التعبير في كلمة استخدام يكون فيه تعاون معهم يمكن نص كثير من اللي في القاعة أصلا موجودين من صناع المحتوى هم اللي بيوصلون الرسالتك بطريقة سريعة إذا أنت تبغين جمهور معين ما شاء الله عندهم الإبداع جدا مميز لذلك إذا برجع لمثلا استحداث أكاديمية الإعلام الجديد اللي تحضنهم وتقويهم وتدربهم ويكون فيه تركيز أكثر على المحتوى المحلي والعربي والخليجي أيضا أنا بعتقد الأساس أنه قبل كل شيء قبل ما واحد يبدأ يرسم الفكرة حتى أنه يعرف الجمهور يعني إذا أنت لا يعرف جمهورك لا يعرف الجمهور لا تستطيع لو ما عملت أو ما تفعت لو ما كانت البدجت لا تستطيع توصله النقطة الثانية اللي أتحدث فيها هي التكنولوجي قديش ضرورة استخدام التكنولوجيا بالوقت الحاضر ويمكن ضرورة استخدام التكنولوجيا لتحديد هذا الجمهور اللي هو أساس لجاح الحملة التكنولوجيا أنا بالنسبة لأيلي نظرت للتكنولوجيا دائما إيجابية صحيح التكنولوجيا لدينا خوف والأرتفجي لا يجب أن نخاف منه نحن رأينا كثير تكنولوجيا تطورت وقدرنا استعملناها واستخدمناها وقدرنا خلقت وظائف جديدة وقدرت خلقت أتيحة فرص جديدة سواء بالمهنة لحتى إيصال الرسائل بطريقة مختلفة فتكنولوجيا كان عندها أثر إيجابي بالنهاية علينا كلنا وين تستعمل التكنولوجيا يعني مثلا نحن عنا عنا موضوع الديتا كتير مهم والتكنولوجيا يعني من وراء الوسائل كلها وراء الوسائل الإلكترونية أو نحكي عنا السوشيال ميديا صار عنا بيانات أكتر بكتير عن الناس صار عنا كمان وراء تكنولوجيا واشية متطورة أكتر وCRM سيستمز قادرين نربط كل هالديتا ببعض ونقدر نعمل فوركاستنج ولييرز وبروجيكشنز نقدر تعرفنا عن الناس أكتر ونرجع للنقطة تؤديها لحتى نعمل أي حملة أو أي محتوى يكون مرحل ويأثر بالمستهدفين بطريقة إيجابية أكتر وبطريقة أكتر ووصلنا لأهدافنا أكتر تكنولوجيا مهمة إذا نتكلم عن ثلاث أشياء مهمة الجنزي التكنولوجيا إذا نتكلم عن مجال الإعلام وإذن قبل حديث الساعة نتكلم عن التكتوك كمنصر رئيسي الجنزي حديث الساعة كان شات جي بي تي في كل ساشن في القمة العالمية للحكومات أعتقد لازم ما أخاف من التكنولوجيا نفس ما ذكر غسان شات جي بي تي هم يكون كمساعد أنا استخدمته شخصيا استخدمته شخصيا لكتابة فيديو دقيقة بحيث أنه يكون فيرل لا زال الإبداع غير موجود يحتاج إلى يمكن تدريب أكثر الإلهام البشري غير موجود لا زال يكتب لغة خطابة بس التكنولوجيا مهمة جدا في صناعة الإعلام وحتى الحملات الإعلامية شكرا جزيلا لحضوركم شكرا 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 شكرا